للمزيد حول هذا الموضوع أو موضوع المناورات العسكرية الأسد الأفريقي معنا مباشرة موفد ميديان تيفي إلى أجدير عبد المولى بخريس تحية طيبة لك عبد المولى بداية ماذا عن أبرز المحطات التي مرت منها مناورات الأسد الأفريقي لحد الساعة نعم مرحبا أنس مرحبا مشاهدين الكرام توجد بقلب قيادة المنطقة الجنوبية بتحديد من قلب مركز العمليات المشتركة لقيادة القوات البرية المشاركة في النسخة السابع عشر للأسد الأفريقي من هذا المكان يتم برمجة وإدارة مختلف العمليات للقوات البرية في مختلف المناطق المعنية بهذه المناورات على سبيل المثال يوم أمس تم الانتهاء من عمليات تدريب المظليين وكذلك الإمداد الجوي حيث تسلم المشاركون المغاربة والأمريكيون وغيرهم من الجنسيات شهادات بهذا الخصوص في حين تستمر باقي المناورات بقطع المحبس على سبيل المثال كيفية العيش والمناورة في ظروف مناخية صعبة تتجلى فيها الصحراء ذات طبعا الطبيعة الجغرافية الصعبة في مناطق أخرى على سبيل المثال مدينة تيفنيت حيث هناك مركز لتدريب القوات الخاصة على المناورة وعلى الرماية وكذلك غيرها من العمليات شهدت زيارة وفد رفيع المستوى يوم أمس يقود الجنرال دوكور دارمي الفرق بالخير قائد المنطقة الجنوبية مرفوقا بالجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي قائد القوات الأمريكية بأوروبا وأفريقيا من أجل الوقوف على طبيعة هذه التدريب وكذلك المرحلة التي توصلت إليها ووصلت إليها هذه التدريب للقوات الخاصة وقبلها بيوم شهد من مدينة أقادير كذلك زيارة لوفد رفيع يمثل قيادة المنطقة الجنوبية للباخرة الأمريكية يواسس هيرشل وودي ويليامز التي تعتبر من آخر صيحات الفرقاطات الأمريكية العاملة مباشرة بعد ذلك توجهت إلى مدينة طنطان من أجل المشاركة في عمليات أو في أشغال النسخة النهائية أو في الفعاليات اليوم النهائية لمناورات الأسد الأفريقي مرفوقة بالفرقاطة المغربية علال بن عبد الله التي تشارك كذلك هذه الباخرة الأمريكية في عمليات المحاكاة لعمليات الرماية على أهدف متنقلة متحركة داخل البحر وكذلك في اليابسة مدينة طنطان على مدار الأيام الماضية تشهد تدريب متنوعة على الرماية سواء عبر تدريب القوات أو أفراد الجيش على الرماية بأسلحة خفيفة ومتوسطة وكذلك على تدريب الرماية بالقاذفات من خلال الدبابات من مختلف الأصناف يوم غد هناك برمجة لتدخل عسكري في ميناء مدينة قدير لمحاكاة تطهير المناطق المبوءة بالإشعاعات الكيموية والنووية والبيولوجية حيث ستنطلق قوات خاصة من القاعدة الجوية لمدينة القنيطرة لتحل بالميناء من أجل التدخل وكذلك تطهير المنطقة من الإشعاعات وهذا كله يدخل في إطار فلسفة مواجهة التحديات وكذلك طبيعة الحروب المختلطة التي تواجه العالم وتواجه مناطق مختلفة والتي تتطلب بضرورة تشاركا وكذلك تدخلا لأطراف مختلفة وقوات مختلفة وهو ما يحدث في إطار النسخة السابع عشر لمناورة الأسد الأفريقي طيب عبد المولة لو سمحت سردل أن مدى عن بقي مساهمات الدول المشاركة في منورات الأسد الأفريقي ومدى عن شقة التطوعي الاجتماعي الخاص بهذه المناورات نعم أنس كما أشرت هناك مشاركة متميزة لهذه السنة أزيد من 30 جنسية تشارك بشكل فعلي في هذه المناورات سواء عبر التخطيط وكذلك التدبير الوعدي لسير هذه العمليات أو عن طريق المناورة وتمرين على أرض الميدان طبعا هناك قوات مسلحة تمثل قارات ثلاث تشارك في مختلف المناطق المبرمجة بن جرير القنيترا القطع المحبس طانطان تيفنيت أجادير وغيرها من المناطق التي تدخل وطبعا أن العمل العسكري هو مرتبط ضرورة بالعمل الإنساني متمثلا في المستشفى الميداني العسكري الجراحي بمنطقة تارودانت التي تستقبل يوميا أزيد من 300 من الأشخاص أو من المرضى من المنطقة تقدم لهم خدمات طبية في مختلف كذلك التخصصات الطبية أزيد من 15 تدخلا بإضافة إلى مركب جراحي متكامل يتوفر على مختبر للأشعة وتحليلات البيولوجية وقاعة للاستشفاء تتوفر على أزيد من 30 سريرا يمكن تمديدها حسب الحاجة طبعا وهو مناسب أيضا لتبادل الخبرات فيما يخص الخبرات الطبية بين الأطباء المغاربة ونظارهم الأمريكيين الذين يشتغلون جنبا إلى جنب من أجل تعزيز هذه الفلسفة وهي فلسفة التعاون وكذلك العمل الإنساني مفد ميديان تيبي إلى قدير زميل عبد المولى بخري شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات